إجراءات جديدة أعلنها رئيس المزراء الفرنسي جون كاستيكس مساء الجمعة من ضمنها تدابير أكثر تشدداً للحد من امتشار فيروس كورونا في فرنسا بما يخص ارتداء الكمامات والتجمعات في الأماكن العامة والتظاهرات وكذلك أوقات فتح وإغلاق بعض المتاجر شدد كاستيكس على ضرورة تطبيق قوانين الوقاية من ارتفاع الإصابات لتجنب انتشار الوباء بشكل كبير في جميع الأراضي الفرنسية وليس فقط في العاصمة باريس فترة الحجر على المشتبه بإصابتهم انخفضت إلى سبعة أيام بدل أربعة عشر يوماً ويمكن مراقبة الشخص في بيته إذا كان مصاباً من قبل طبيبي العمل نعم ما زال الفيروس هنا لبضغط أشهر إضافية وعلينا التأقلم والعيش معه دون أن نفرض العزل الجماعي العام مرة أخرى في البلاد كما صرح جون فرنسوا ديرفخيسي رئيس المجلس الأعلى الذي يوجه السلطات العامة في خياراتها الصحية أن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة علينا أن نثبت مسؤوليتنا في كل لحظة بأن نكون بمستوى الرفيع من المواطنة المستقبل يعتمد عليكم وعلينا ارتفاع عدد الإصابات عند المسنين في جنوب غرب فرنسا ومن ضمنها بوردو وجنوب البلاد مدينة مارسيليا ومحيطها ونقوادلوب الجزيرة الفرنسية الهادئة في جزر بوراء البحار يعيد لأذهال الفرنسيين ربيع هذا العام الذي كان مخيفاً ودامياً بسبب انتشار فيروس كورونا لا يثبزاري العربية باريس